نرحب بك معنا سيد أيمن والسؤال الأول هو حول تقييمك لمجريات الأمور في هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة كم المجازر الإسرائيلية المرتكبة في القطاع وتعاطي المقاومة الفلسطينية مع ما يجري واضح أن العدوان هو عدوان سافر ومبيت بأكثر من مفهوم كان ممكن لو شاءت طبعا دولة إسرائيل أن تتحاشى مثل هذا العدوان كان ممكن أن تمر الأمور كما كانت في السنوات القادمة دولة إسرائيل اختارت هذه الحرب هناك مصطلح في إسرائيل حول الحروب المختارة أو الحروب المفروضة على دولة إسرائيل هذه حرب مختارة بامتياز اختارتها دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني برأي أداء المقاومة كان قويا بشكل برأي لم يتوقعه أحد مفاجئ للغاية مفاجئ للغاية أيضا على المستوى الأرضي المداني وأيضا على مستوى تعطيل أماكن استراتيجية داخل دولة إسرائيل كالمطار وبعض المؤسسات ووصول الصواريخ إلى ما بعد حيفا شمالا كل هذه برأيي لا تفرض ردعا إسرائيليا وإنما تفرض ردع من الجهة الفلسطينية جهة حماس إذا سألت على المستوى القتالي على هذا المستوى فهذا هو الجواب يعني بدون شك باعتراف المحللين الإسرائيليين يقولون أن حماس في هذا العدوان وهذه الحرب المفروضة عليها يعني قد سابقت أو قد بادرت إلى عنصر المفاجأة من حيث العمليات النوعية التي قامت بها من حيث التوغل إلى مخلف خطوط العدو من حيث بعد مرمى سقوط الصواريخ من حيث شل الحركة والاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل كيف ترى هذا؟ كل هذا الكلام هو كلام صحيح ولكن أنا لا أريد أن أكون سهلا لا مع نفسي ولا مع المستمعين المشاهدين أنا أؤمن بنضال باتجاه آخر كليا وهو النضال الشعبي الفلسطين وأنا أريد أن أبرر هذا الكلام كما أفهم أنا أعتقد أن كل قوى المقاومة سواء كانت لبنانية أو كانت فلسطينية هي تستطيع عمليا أن تتصدى وهذا في أحسن الأحوال حتى أبعادها الهجومية هي في جوهرها أبعاد عمليا دفاعية أو تخلق ردع من أجل أن لا تزدر إسرائيل في غيها ولكن ليس أكثر من هذا نتيجة لتوازن القوى في نهاية المطاف توجد هنا دولة لديها مقاومات كبيرة هناك أسلحة لا تستعملها وأنا لا أتحدث عن ديموانا والنوبة وإنما أتحدث ما قبل ذلك بكثير لهذا فأنا لا أؤمن في نهاية المطاف أن سلاحا مثل هذا بوسعها أن يقيم الدولة الفلسطينية في الوقت ذاته لا أؤمن أن المفاوضات التي يقودها أبو مازل لوحدها ممكن أن تجلب الدولة الفلسطينية ولا بأي شكل من الأشكال برأيي الطريق الثالث بينهما هي طريق النضال الشعبي على غرار الانتفاضة الأولى وليس الثانية ونستطيع أن نتحدث الكثير عن هذا النضال الشعبي أن برأيي إذا تحول إلى حامة في الأحالة فلسطينية عامة وهذا ما لا تقوم به القيادة في رمالة ولا تقوم به القيادة في غزة لا تحول إلى انتفاضة شعبية عارمة وعامة تشمل كل فئات الشعب الفلسطيني في غضون أشهر حتى سنة وأكثر من ذلك ممكن أن تفرض حالها بقوة على المجتمع الإسرائيل وعلى دولة إسرائيل في نهاية مطاف عندما يكون عدوان على غزة نحن نحيي كل مقاوم نحن لا نختار للشعب الفلسطيني كيف نناضل نحن نحييه على كل وسيلة النضال ولكن أردت أن أكون حقيقيا ومخلصا لكي أشير إلى الطريق الاستراتيجي الذي يؤدي في نهاية مطاف إلى قيام الدولة الفلسطينية لكن مجريات الأمور في السنوات الماضية وبعدها سيطرت حماس على قطاع غزة ومن ثم فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع كيف من الممكن فك الحصار الإسرائيلي من دون فرض القوة على الأرض وإجبار إسرائيل على رفع هذا الحصار الظالم المفروض على قطاع؟ هنا أيضا لا أريد أن أكون سهلا حتى لو تقرر رفع الحصار ماذا يعني عمليا رفع الحصار؟ عمليا فتح المعابر دائما تستطيع إسرائيل إغلاق المعابر أو تختلق حجة لإغلاق المعابر مجددا ويعود الحصار الحديث هنا عن ضمانات دولية أنا لا أصدر كل هذه الأبعاد الدولية الدول هي دول غير مخلص لقضية فلسطين الدول تحكمها المصالح وفقط المصالح أنا لا أؤمن بما يسمى بالدول والعالم أنا أؤمن بالعمل الذاتي ما بحرث الأرض غير عجولها وما بحك جلدك يا فلسطيني إلا ظفرك لا أؤمن بهذه المعادلات أنا أؤمن فقط بالفلسطيني لهذا أريد أن أقول لك ما دام الاحتلال مستمرا فكل هذه التفاصيل حتى قضية رفع الحصار من عدم رفع الحصار ستبقى تفصيل داخل الجريمة الكبرى التي أصمها احتلال لهذا كل الجهود يجب أن تتركز نحو القضية الأكبر الأعمق الأكثر استراتيجية وهي إنهاء الاحتلال بوجود الاحتلال كل القضايا التفصيلية ستبقى معلقة وبأيدي الاحتلال ولكن يعني إنهاء الاحتلال كيف بالإمكان إنهائه في ظل كل تعقيدات المشهد ونحن نتحدث عن الأراضي المحتلة عام 48 الأراضي المحتلة عام 67 كل التركيبة الإسرائيلية التي فرضت على الأرض من ناحية المستوطنين من ناحية التقطيع أوصل الضفة الغربية وما يجري الآن في قطاع غزة كيف بالإمكان إنهاء الاحتلال من دون فرض القوة على الأرض وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال يمكن إنهاء الاحتلال عن طريق الانتفاضة الشعبية العارمة التي تعم كل القرى والمدن الفلسطينية يجب أن نعرف الحقيقة أن كل الاحتلال يزال بأمرين الأول المقاومة ونستطيع أن نتحدث عن هذه التفاصيل والأمر الثاني وهو الثاني وليس الأول هو الرأي العام داخل دولة الاحتلال حتى المقاومة النبيلة في جنوب لبنان التي قادة حزب الله التي قادة حزب الله في العام 2000 هذه المقاومة رافقها منذ عشر سنوات على الأقل احتجاج شعب إسرائيلي عارم حتى أنا براك في انتخابات العام 1999 قال أنه سينسحب من جنوب لبنان قبل حتى المقاومة في العام 2000 لماذا؟ لأنه نضجت الظروف داخل دولة إسرائيل انسحبوا من جنوب لبنان أيضا مظاهرة الأربعمائة ألف أيضا نساء بالسواد أيضا حركة أربع أمهات وغيرها من الحركات لهذا فكل حملية تحرر في العالم تحتاج إلى عاملين أولا وأساسا المقاومة ثانيا الرأي العام داخل دولة الاحتلال دولة إسرائيل في ظل وجود مثل هذا السلاح ومع برنامج حماس الذي يتحدث عن دولة من البحر إلى النهر وأيضا يفصلها إسلامية وغيره من الأمور بهذا البرنامج لا نستطيع أن نقنع أي شرائح من شرائح المجتمع الإسرائيلي وهذا العامل هو الثاني وليس الأول ولكنه عامل تكاملي بدونه لن تقوم الدولة الفلسطينية لهذا فأنا مقتنع باقتناع كامل بأنه ليس المفاوضات لوحدها التي يقودها أبو مازين وليس النضال المسلح لوحده كما يحدث وإنما المطلوب انتفاضة شعبية عارمة نعم وأنت تحدثت عن قضية إقناع المجتمع الإسرائيلي لنتحدث عن اليسار الإسرائيلي الذي بيكاد يكون هامشيا سواء من حيث العدد ومن حيث التأثير الإسرائيليون يتجهون نحو اليمين والمغالاة في اليمين والتطرف نحو اليمين أكثر وأكثر كيف بالإمكان إقناع إسرائيل بالتخلي عن الاحتلال بالتقديم تنازلات من وجهة النظر الإسرائيلية إذا ما تحدثنا عنها هو إقناع ليس من باب الاستجداء وإنما من باب النضال من باب الفرض من باب الفرض وبكرامة هذا ليس استجداء الرئي العام الإسرائيلي وإنما فرض عن طريق عمليا الانتفاضة الشعبية والمقاطعات وغيرها من الأمور المعروفة دولية والمعروفة في عدة حالات الآن بالنسبة لمجتمع الإسرائيلي هناك اتجاهات متغيرة داخل المجتمع الإسرائيلي مثلا قبل أسبوعين جرى استطلاع كبير في جامعة حيفا على 1200 مستطلع يهودي إسرائيلي هناك أكثر من 50% من المجتمع الإسرائيلي يؤيد معادلة الدولتين بعض التفصيل هنا وهناك حول القدس حول بعض تبادل أراضي مستوطنات كبار وغيرها مؤور ولكن الخط العريض حول قضية الدولتين هذا أصبح أمرا شبه ناجز داخل المجتمع الإسرائيلي وهذا ما كان ليتحقق لو لا نضال الشعب الفلسطيني نحن نذكر رئيسة الحكومة التي قالت لا يوجد شعب فلسطيني أصلا الشعب الفلسطيني فرض نفسه عبر نضال وقوافل شهداء هذا الأمر يجب أن يمضي به الشعب الفلسطيني ونحن بدورنا هنا داخل هذه الدولة نستطيع أن نقوم بدورنا من أجل عمليا أن نساهم من أجل أن تقوم الدولة الفلسطينية عصمة القدس الآن لنتحدث عن المرحلة التي نتواجد بها العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة هناك يجري الحديث عن وقف لإطلاق النار عن مبادرة مصرية في محاولة لرفع الحصار المفروض على القطاع وفي المقابل السلطة الفلسطينية وتعاطيها مع كل ما يجري في ظل حكومة وفاق وطني كيف تقيم هذا الوضع الفلسطيني الرهن؟ أولا بالنسبة للمبادرة المصرية برأيه مبادرة بائسة وأنا أتحدث عن البعد الرسمي المصري وليس البعد الشعبي فالشعب المصري قدم قوافل شهداء من أجل قضية فلسطين الشعب المصري قضية فلسطين في وجدانه أنا أتحدث عن البعد الرسمي المصري للأسف الشديد غلبوا التناقض الثانوي بينه وبين الحركات الإسلامية على التناقض الرئيسي والتناقض الرئيسي مفروض أن يكون بين الاحتلال وبين الشعب الفلسطيني للأسف الشديد موقف القيادة المصرية كان موقفا بائسا غير مقبول ولا بأي شك من الأشكال على المستوى الوطني والأخلاقي أيضا والأخلاقي أيضا الآن بالنسبة للساحة الفلسطينية وما يجري الآن واضح أن موقفنا هو وقف العدوان هذا هو الأمر الأساسي ليس من باب أننا لا نؤيد فكرة النضال والمقاومة كفكرة أبدا ولكن نحن عندما تكون هناك مقاومة نبحث عن الآفاق يعني في حالة اشتعل الوضع في الضفة الغربية بشكل أو بآخر ممكن أن يفتح هذا آفاق معينة ولكن بما أن الوضع ما زال كما يحدث الآن محصور في قطاع غزة تحديدا فبرأي الأمر الأساسي هو وقف العدوان تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بالأساس بين فتح وحماس بناء استراتيجية مشتركة ضد الاحتلال ليس بالمفاوضات لوحدها وإنما بالأساس بالمقاومة الشعبية الفلسطينية وعلى ذكر الحراك الذي تحدثت عنه في الضفة الغربية المحتلة كان هناك حراك في الأيام الأخيرة وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي سقط شهداء كانت هناك مواجهات عنيفة كيف تقيم هذا الحراك والتعاطي الشعبي مع ما يجري من عدوان مستمر على القطاع نحيي مظاهرة رمالله قبل أسبوع وعدة فعاليات كانت هنا وهناك ولكن هذا لا يرتقي إلى ما يسمى أبناء شعب واحد وأبناء قضية واحدة أبدا ولا بأي شكل من الأشكال وأنا أحمل قيادة شعبنا المسؤولية عن هذا التقصير الفادح بكل المقييس المطلوب هو نضال شعبي في كل بلد وبلد الآن الآن وليس غدا على فكرة أنا شخصيا لدي مشكلة أخلاقية عندما أطالب الشعب الفلسطيني بالنضال الشعبي لماذا؟ لأنني أسكن حيفا أسكن هذه البلاد لن يسقط شهداء هنا فكأني أجلس هنا وأطلب منهم النضال صحيح أننا سنقوم بواجبنا هنا هذا صحيح ولكنهم سيدفعون الثمن الأبهض لهذا أنا أشعر بمعضلة أخلاقية ولكن في الوقت ذاته بالتفكير العلمي الرصي لا يمكن لشعب أن يتحرر دون هذه الانتفاضة الشعبية سوف نكمل حديثنا عن كل قضية الحراك الشعبي والانتفاضة الشعبية لكن لا بد لنا من الخروج إلى فصل قصير مشاهدين الكرام فصل قصير ومن بعده نعود بكم عنا نرحب بكم مجددا مشاهدين الكرام ونسكمل حوارنا مع ضيفنا في هذه الحلقة المحامي أيمن عودي سيد أيمن قبل الفصل كنا نتحدث عن أهمية الحراك الشعبي تحدثنا عن ما جرى في الضفة الغربية المحتلة وكنت قد تحدثت عن أهمية ملازمة هذا الحراك في الضفة الغربية المحتلة مع حراك في الداخل الفلسطيني كيف تقيم كل ما جرى من حراك في الداخل الفلسطيني من تظاهرات جرت خلال العدوان المستمر على قطاع غزة ومن قبله بشهور أرى أن موقعنا هنا يختلف عن موقع أهلنا في الضفة وغزة والمشروع أيضا يختلف مشروع أهلنا في الضفة وغزة هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس مشروعنا هنا المساهمة من خلال موقعنا هنا من أجل أن تتحقق الأهداف الوطنية الفلسطينية برأيي في نهاية المطاف هذه مصلحة للشعبين وليس فقط للشعب الفلسطيني لوحده وأنا أرى أن أهميتنا هنا أننا 20% من المواطنين هنا نحن نستطيع أن نضع كل وزننا الكمي والنوعي حلال زلال من أجل قضايا الشعب الفلسطيني ونحن من أجل أن ننجح بحاجة إلى متجسور مع قوة عاقلة بالمجتمع اليهودي من أجل أن نساهم في فرض رأي عام داخل إسرائيل لصالح قضية الشعب الفلسطيني وهذا أكثر ما يزعج حكومة إسرائيل ما أقوله الآن هو الذي يزعج حكومة إسرائيل حكومة إسرائيل تريد أن تحدد أن ترسم ما هو المسموح وإنكرها وما هو الممنوع كليا المسموح وإنكرها أن تضطامن مع شعبك الفلسطيني داخل قراك العربية والممنوع هو أن تذهب إلى المدن الإسرائيلية الكبرى وأن تتظاهر يهودا وعربا من أجل قضية الشعب الفلسطيني رأينا ما جرى في تظاهرة الكرمل في حيفا قبل أيام وكل قضية حصار متظاهرين بالعدد كانوا ما يقرب 200-300 متظاهر فقط لا غير العشرات من المتضامنين الإسرائيليين ضد الحرب ولكن تجمع الآلاف من اليمين العنصري والتمثيلية التي قامت بها قوات الشرطة الإسرائيلية من أنها لا تستطيع السيطرة على الأمور وترك المتظاهرون وكأنهم لقمة سائغة بيد اليمين والمتطرف وكل استشراسه من ناحية تأييد الهدوان هذا يؤكد تماما ما أقوله عندما نتظاهر داخل حيفا يأتي سوائب المستوطنين ومعهم الشرطة من أجل منعنا أن نقوم بذلك في حيفا هذه هي القضية الأسية أنتم تستطيعوا أن تظاهروا في قراءكم في الجيتوهات ولكن أن لا تأتوا لتؤثروا على الرأي العام والرأي العام العالمي أن لا ينظر الرأي العام العالمي أنه يوجد حراك داخل المدن الإسرائيلية ضد نتنياهو هذا أكثر ما يخشى نتنياهو ونحن تعلمنا من تلك المظاهرة فقررنا أن نعقد مظاهرة إضافية في تل أفيف أسبوع بعد مظاهرة حيفا ذهبنا هناك ورغم أن ميريتس أعلنت أنها لن تشارك ورغم أن الشرطة تلاعبت وأعلنت أن المظاهرة غير قائمة وأجازت المظاهرة خمسين دقيقة قبل موعدها إلا أنه حضر الألاف إلى تل أفيف ونتيجة للتلاعب الشرطة عادت الحافلات العربية في أعقابها إلى القرى العربية وبقي هناك اليهود في ساحة رابن في تل أفيف أنا برأيي أنا كالفلسطيني هنا أستطيع أن أفيد أهل غزة وأهل رمالة أكثر ما يمكن عندما أتظاهر مع يهود في تل أفيف هذا أكثر ما يحرش حكومة العدوان هذا أكثر عمل وطني أستطيع أن أقوم به هنا من خلال موقع القاس والمتميز ولكن بالمقابل جرى التظاهرات في حيفا بدعوة من الحراك الشبابي تظاهر من الشباب من كافة القرى والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني من دون مشاركة إسرائيلية ورأينا كم الاستفزاز من قبل الشرطة الإسرائيلية محاولة المواجهات مع المتظاهرين ومن بعدها كم الاعتقالات ولا أتحدث فقط عن حيفا ولكن في قرى وبلدات عربية كم غير مسبوك من الاعتقالات كيف ترى هذا الحراك ومحاولة إيلام إسرائيل من داخلها لنكن حقيقيين وعلميين هذه حالة تكاملية ليست هذه المضارة على حساب تلك وليست هذه المضارة على حساب المضارة الأخرى هناك مظاهرات أهميتها الأساسية في بعد الانتماء والهوية الأساسية توجد بعض أخرى ومظاهرة التلعفيف أهميتها الأساسية ليس في الانتماء وإنما في التأثير يعني عمليا هناك مظاهرات انتماء وهوية نحن ننتمي إلى الشعب الفلسطيني ولا القضية والجرح الفلسطيني وهناك مظاهرات أهميتها في بعد التأثير وليس الانتماء والهوية مظاهرة الأفيف عنوانها الأساسي التأثير مظاهرة الناصري أو مظاهرات عربية عنوانها الأساسي هو الهوية والانتماء كلتا المظاهرتان هما مظاهرتان مهمتان على المستوى الانتماء ومستوى التأثير وإذا ما أردنا الحديث عن تعاطئ الشرطة الإسرائيلية الاستفزاز الذي جرى كل قضية العنف الممارسة ضد المتظاهرين ومن بعده المسار القضائي تقديم لوائح اتهام اعتقالات متواصلة للشباب والناشطين في محاولة لترهيبهم لدفعهم عن الخروج إلى هذه التظاهرات وإلى التظاهر في الشارع ما يحدث في هذا الشرطة هو ما يحدث عمليا داخل المجتمع الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي بعد العام 2006 فقد الثقة بنفسه بعد تموز 2006 وهذا يفسر الكثير من التصرفات الإسرائيلية أيضا المؤسستية وأيضا الشعبية عمليا عندما كانوا أقوياء وكانوا واثقين من أنفسهم سمحوا بها مش ما من الديمقراطية ولكن الآن فقدوا الثقة هذا هو السبب الأساسي السبب الثاني ما حدث في ما يسمى بالربيع العربي مع 10 تلاف قوس حيث جرت شيطن للحركات الإسلامية إما بحق الشياطين من جماعة داعش وإما بغير حق ولكن هذه الشيطنة انسحبت على حماس بغير حق انسحبت على حماس فالمجتمع الإسرائيلي يشعر بأنه يقاتل حركات إسلامية في ظل أربع سنوات من شيطن الحركات الإسلامية في ما يسمى بالربيع العربي العامل الثالث هو التحريض المنهجي الإسرائيلي ضد كل ما هو عربي في هذه البلاد أو في العالم العربي من قبل حكام إسرائيل أريد أن أضيف عاملا هو وجود الأنفاق وجود الأنفاق بالنسبة لدولة إسرائيل هم يريدون أن يهاجموا وليس فقط أن يدافعوا وجود الأنفاق هذا يرعب المجتمع الإسرائيلي بالإضافة إلى ذلك في الخلفية هو برنامج حماس الإيدولوجي والسياسي الذي يتحدث عن دولة واحدة وهناك مادة برأي بائسة التي تتحدث عن اليهود كيهود وتهاجم اليهود كيهود وليس كصهاينة كيهود هذه برأي مادة بائسة لدى برنامج حماس كل هذه الأمور مجتمعة تجعل المجتمع الإسرائيلي مجتمعا مجنونا كما يتصرف في هذه الأوقات ولكن هذا ليس غريب بالخط العريض هذا الجديد يعني كمتشدد ولكن الجو يجد في كل حرب يعني أنا أذكر حرب لبنان 82 كنت ولدا صغيرا في حيني ولكن عندما خرجنا إلى الشوارع تلقينا الضرب من المجتمع الإسرائيلي بعد ذلك تطور الوضع حتى مظاهرة 400 ألف إنسان هكذا حدث في كل عدوان إسرائيلي يبدأ بعض المجنين الرائعين أمثال الجبهة بعربها ويهودها يخرجون إلى تل أفيف هؤلاء أبطال بكل معنى الكلمة وبعد ذلك يسداد تنضم ميرتس وحركات أخرى حتى نصل إلى عشرات الألاف ومئات الألاف ولكن لو لا هذه النواء الصلبة البطلة لم يتطور الوضع إلى عشرات ألاف ومئات ألاف وهذا هو دورنا الأساسي لنتحدث الآن تذكرت كل موضوع استفحال العنصورية وأول من يعاني من العنصورية مباشرة هم الفلسطينيون في الداخل كمواطنين في الدولة ونشهد حملات العنصورية الأخيرة الترهيب على خلفية المواقف من ما يجري بالعدوان الإسرائيلي والمجازر المرتكبة في القطاع التهديد بأماكن العمل بالفصل ملاحقات سياسية للقيادة السياسية في الداخل كيف ترى هذا وانعكاساته والبالفعل سوف يؤثر على كل الحراك وكل الموقف في الداخل الفلسطيني؟ ما يحدث هو الإبن الشرعي لسياسة التحريض المنهجية رئيس الحكومة نتنياهو في العام 2006 يقول بأن المشكلة الاستراتيجية لدولة إسرائيل ليس الفلسطينيين في الضفة والقطاع وإنما الفلسطينيون هنا داخل إسرائيل هذا على رئيس الوزراء في هذه الحرب يتحدث نتنياهو عن ثقافة وثقافة ثقافة الحياة الإسرائيلية وثقافة الموت الفلسطينية يتحدث عن الانتقام أول إنسان ذكر كلمة انتقام هو رئيس الوزراء نتنياهو رئيس الوزراء نتنياهو يقول إن القادة الفلسطينيين هنا داخل إسرائيل أكثر تطرفا من القادة الفلسطينيين هذا كل التحريض ليبرمان يطالب بمقاطعة الحوانيط التي أضرب وهذا الإضراب هو تصرف ديمقراطي عظيم بكل المقييث نحن لم نذهب إلى الجنوب ونقف أمام الدبابات الإسرائيلية وهذا تصرف ديمقراطي أن نقف بأجسادنا أمام الدبابات الإسرائيلية هذا تصرف ديمقراطي نحن لم نفعل هذا نحن أضربنا داخل قرانا ومدننا نتيجة لهذا الموقف الديمقراطي حرية التعبير يطالب وزير الخارجية بأن نعاقب على هذا الموقف بنت أحد أركان الحكومة الحالية يقول أن لإسرائيل خمسة أعداء الفلسطينيون حماس هو يتحدث تحديدا إيران وسوريا وحزب الله والفلسطينيون داخل إسرائيل هذا تصيق قبل ثلاث أسابيع فإذا كان هؤلاء يحردون ضدنا بهذا الشكل فماذا يقول اليهودي البسيط المجتمع الإسرائيلي مخبول بالعنصرية وبالعداء ضد المواطن العرب نتيجة للتحريض المنهجي من قبل حكامي وكيف ترى انعكاس هذه العنصرية واستفحالها الكثير من القادة والمحللين في الداخل الفلسطيني يتحدثون عن أن جام الغضب نتيجة الخسارة الإسرائيلية وكل الفشل الذي يجري من عدوان على قطاع غزة سوف يتم صب جام هذا الغضب على الفلسطينيين بالداخل أكثر وأكثر وكم من التحريض أكبر وعنصرية في القوانين وملاحقات لكل بيت ولكل تصريح ولكل موقف حتى على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي بإسرائيل توجد حالتان من العنصرية توجد العنصرية المستفحلة والمنفلتة من كل عقال في أيام الحروبات وتوجد العنصرية المبطنة الموجودة على طيلة أيام السنة الفوقية والعنجهية والعنصرية تجاه كل ما وفلسطيني هذا موجود طيلة أيام السنة وإن كان بشكل مبطن ليس كما يظهر في حالات العدوان والحروبات إلى آخرين أنا برأيي الأمر الأساسي أن الأمور سترجع إلى ما يسمى بالعنصرية المبطنة التقليدية الموجودة داخل دولة إسرائيل ولكن لا شك أن المشكلة الأسية موجودة لدى حكام إسرائيل ولكن نحن من لدنا واجبنا أن نقود نضالا مرفوع الهامة وبالوقت ذاته نضال مسؤول بشكل عميق هناك بعض التصريحات في الفيسبوك وغيره هي غير مسؤولة هي غير صحيحة هي غير صحيحة سياسيا هي غير صحيحة لا تؤدي إلى نتائج مرجوة وتستعمل للتحريض ضدنا من واجبنا أن نكون أخلاقيين تجاه بعض الفئات الذين هم يعبرون عن الضحية بالأساس المشكلة الأسية ليست لديهم بالأساس وإنما لدى الحكومة ولكن أيضا بهذا الجانب العيني واجب القائد المخلص لشعبه أن يقول هذا الموضوع بوضوح مثلا وهذا ليس الأساس أن يقف بعض الشباب في قرية ما قرية قلنسوا مدينة الآن ويطلب من كل إنسان الهوية ليعرفوا إذا كان عربيا أو يهوديا وإذا كان يهوديا عمليا يضربوا سيارته أو يحرقوا السيارة بعد هذه التصرفات وهي ليست الأساس الأساس هو الخروج الشامخ إلى الشارع ويحيى الشباب الذين قرجوا ولكن بعد هذه التصرفات يجب أن نقول بوضوح بأننا نرفضها رفضا أخلاقيا قبل أي شيء آخر وطبعا رفضا مسؤولا سياسيا أيضا نحن نشكرك جزيلا شكرا على هذا اللقاء وهذه المشاركة معنا المحامي أيمن عودي وشكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على متابعة هذه الحلقة دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر